تلقى حضرات صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلد المعظم حفظه الله وراء برقية تهنية من سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية رفع فيها إلى جلالته أسماعيات التهني بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لأربع ميداليات مع ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٤٤ وعرب سمو في برقيته عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز المشرف الذي يعد ثمرة دعم واهتمام جلالة الملك المعظم حفظه الله وراء بالقطاع الرياضي في المملكة والذي عزز ما وصلت إليه رياضة البحرينية من تطور وازدهار في الألعاب الأولمبية وأشار سمو إلى أن إنجاز أولمبياد باريس ٢٠٤٤ سيكون حافزا لموصلة مسيرة الرياضة البحرينية وتطورها المستمر نحو المزيد من الإنجازات